اشتركوا في القناة عبي عمل حرب إذا بدنا نقول يا شن حرب مستمرة على المصارف اللبنانية أعلامية بالأول ويقال إنه فيه ارتباط مع حزب الله لم يعلق وما فيه اتهام لحد الآن واضح من خلال التحقيقات وبقوله بالتالي ليش الحزب ما بينقب نفسه عن المصارف اللبنانية وبحط حساباته ببنك صادرات إيران مثلا عبي عبيعطو حل حزب الله كيف هيك بتصير هلا شوف يعني شو عم بيصير بأوضاع مالية الحزب وهيك ما بحرف أكيد وضع صعب إنه ساعة تأسهل المعاملات المالية لن أعطيك مسأل كتير بسيط هود مستشفى الرسول الأعظم نعم مؤسسة استشفائية أكيد عندها بتعمل جهود كتير مرتبط أبو ذات الصحة إنه حط الاسم طيب إذا نحط الاسم طيب هالمؤسسة كي بدأتشتغل يعني ما في شك بتتعامل مع وزارة رسمية ايه يعني قانون صعب بس نحنا يعني برجع أبولة للمرة لهذا كجهاز مصرفي شوف قبل الحرب قبل الخمسة وسبعين نعم إذا بتطلع ودايع جهاز مصرفي كانوا الودايع بأكترية الساحة بالليرة اللبنانية كانت أكتر من تلتين الودايع بالليرة اللبنانية نعم بعد الحرب نقلبت لديه نحنا صلنا كذا سنة الدولار هو عموما تلتين الودايع يعني أنت شغلك بالدولار لأنه حتى ما في سقة باليورو لأنه اليورو مرات إيش قديد ما في سقة اليورو اليورو بعد عاملة جديدة يعني حتى بالعالم ككل نعم إذا بتشوف احتياطات البنوك المركزية كذا كلها كلها 80% واليورو شي 15% أو هيك شي بقى مش بس قصة لبنانية يعني قيل أنه وكان النائب جملات دعا بعد التفجير أنه أن يكون هناك حوار هادئ بعيد عن الأعلام حتى قبل لما طلع القانون أنه عدم إثارة هادئة هالضجة لأنه بالأخر هذا يؤثر على قطع المصرفين شوف هو الحوار الهادئ بيصير ضروري وأساسي ووليد جملات معه حق اليوم الحوار الهادئ البنوكي راح تقل له لحزب الله طيب أعطينا حل أوكي على قليل يصير يحصل هذا النقاط نعم 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 فيه كان حوار بس ما كان على هذا العمق إذا بدنا نقول أو أنه استتباع للتداعيات على كل حال الحوار المجدي بيكون عرواء بدون بدون إعلام وبدون ضجيج وبدون نعم راح وزير المالية على واشنطن وكان فيه لقاء راح وفود كتير وكل هالوفود مهمة جامعية المصارف راح وزير المالية راح وفد نيابي راح كلهم عسلمتهم وكليزر إجل عننا بس كل هالوفود راح بعد ما طلع الأنون يا جماعة طلع الأنون خلص هالوفود هالوفود راحة وما تزعل مني تغطي الإعلامية إنه راحة وعمله راح يشيله شو بجياني؟ كان طالع الأنون لو راحه قبل ما بعرف أنا بشك إنه كان غير شي بس إنه كتر خيرهم ما أقول بس إنه شو بدون يعملوا وغيروا الأنون طلع الأنون بإجماع بالإجماع مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأمريكا شو بدك تعمل فيه في حال أستاذ حداد من خلال اطلاعك ومتابعتك بالموضوع الاقتصادي والمالي فعلا صار هذا النقاش على الهادة بين حزب الله وبين المصارف وبين السياسيين إذا بدنا نقول مش على مش على شكلة الحوار الوطن اللي ما عم يوصل لناديجي ممكن مش تسوي مش تغيير بالبنود ولكن بتصير قالية التعاطي ممكن تتسهل بابعرف بيصير حوار ومبيل بدي أقول لك شغلي عن الحوار الوطني هيدا الحوار الوطني أنا أول شي غير دستوري ما في مؤسسة اسمها الحوار الوطني ما هلأ حوار حوار الوطني بيهمش مجلس النواب بيهمش مجلس الوزراء نعم بس بيكرس التهميش وبيكرس إنه ما فيك تاخد قرارات غير بالإجماع كمال أنا بيرقي المتواضع ده الحوار الوطني بيغض النظر عن مين موجود فيه ليش ما بتحب الإجماع ليش موجود هالناس مش ما بحب الإجماع ما بيع إذا اجتمعوا اتفقوا كلهم منيح نحنا صلنا من جره بنشتغل بالإجماع آخر عشر سنين شفت شو صار ما فيك تحكم بلد ما فيك تدير مؤسسة ما فيك أي إجماع بالنهاية أنا اختلفت معك فيه إلى حل مرح الحل يكون إنه بقتلك وبتقفلني نحل وبالتصويت لي معه أكترية بيمشي نعم الكلام اليوم خليه يصوت مجل هذا الحوار العظيم هلا أحالوله من قانون الانتخاب بواحده عشرين بدنا نشوف شو بدنا يعمله بالموضوع المسرفي هذا القطاع المسرفي فيه كلام اليوم إنه مستهدف مش إنه اليوم فيه نقاش داخلي حوله مستهدف يعني حتى إسرائيل فاتت بالموضوع حتى الأمر كان أو إنه من مرتبط ممكن يكون مستهدف لأنه مثل ما ذكرت بالبداية بعده بعده هذا القطاع الوحيد المتين والمزدهر وبالتالي نقل المشكلة صارت داخلية بقى هو فيه محاولات لزعزعة القطاع المصريح يعني إسرائيل مكيفة ومتكيف إذا نحنا كقطاع على صمح الله ضربنا ما في شك بقى يعني ما حدا نقلو مصلحة ومستهدف يعني مستهدف خصوصا بعدها التفجير لأنه هذا التفجير مش ضد لبنان والمهجر اللي هو بنك مميز ومن أهم لبنوكي وأحسن لبنوكي هذا ضد كل القطاع كم بيقدر يسير ببنك تاني نعم الكل يشيد بهذه الحكمة إذا بدنا نقول لحكم مصر في لبنان رياض سلامي وعلى مدى سنوات في دعم الاقتصاد وأيضا جعل يعني هذه السياسات وهذا الاعتراف عالمي كمان مستهدف الحاكم تعال لك شو صار هاي رياض سلامي عم بيعمل جهد فضيع بظروف استثنائية نعم يعني كيف رئيس الوزراء بالسياسة هو بالاقتصاد طبعا بالمال عم ادي أطوار مقاوم نعم والوضع عم بيصير بيزيد صعوبة نعم هلأ في شغلة مهمة هون لا الحوار ولا مجلس النواب ولا أنون الانتخابات ولا سجنة نعم اليوم عندك مشكلة كتير كبيرة ما حدا عم بيحكي فيها لا الاعلام ولا السياسين هي عجز الخزينة هي عجز كبير اليوم تدخل قطاع المصرف قطاع المصرف في فضيع ومتين وصيولة وكذا شو قطاع المصرف أنا باخد وداعك وداعك أمينة عندي نعم شو بعمل بوداعك عم تدينة للناس وهالناس عم بتسدد والوضع منيح بس أنا مشكلتي الكبيرة قطاع المصرفة عم دين الدولة اللي هو أكبر زبون عندي الدولة ما عم تسدد الدولة عم تدين لتسدد وعم بزيد الدين وهيدا المشكل مشكل كتير كبير اليوم الناس بتحكي بقانون انتخاب الناس بتحكي لك بالله مركزية ويمكن اللله مركزية فضيعة الليرة اللبنانية حتى أشعار آخر ما صارت ليرة مسيحية أو إسلامية نعم سنية أو شيعية 8 أو 14 أذارية ليرة لبنانية وطنية لسه محلة بيسر لشي طيب على الكلب لازم نتعطب هالموضوع وقد ما كان رياض سلامة قدير وهو كتير قدير هذا موضوع عشرة الدولة مش بييده بييد بييد الدولة بييد وزارة المالية وكحد قدنا لازم ينحكي عنه إنه الزبالي مصيبه مصيبه كبيره يا أخي قد ما حكينا عن الزبالي لازم نحكي أكتر هذا موضوع بالنهاية بالنهاية شو بيصير إذا بقينا هيك دولة ما بيعد معها بصير تطبع ليرات تنهر الليرة بعاد كتير بعدنا هنا الموضوع بس مش بعاد قد ما أنا وياك ما نحب نكون بعاد يعني إذا بقينا هيك يعني قد ما يحاول لحا تدق تدق الجرس قوموا نهزوا دق جرس بنيويورك الحاكم إيه بي هون بدك تدق بدك تفسلهم لهدول الزعمة الكبار إنه موضوع هيدا بده فيه إله حلول رح قل لك شغلي فيه شخص سياسي ميح منو شعبوي اسمه فؤاد السانيورة نعم ميح بس نزدق اسعار البترول قال نحن بنحط ضريبة على البنزين قاموا لقيمة ما فيه زعيم سياسي مش معهم ميح ميت حجي وحجي يا خيطيب هالدولة بده بده موارد مب ما بدكن ضريبة على البنزين لأ قولي موارد تاني هلأ أخطنا على مكان آخر بس بهم بالتعليق إنه ما مشوا من السياسيين ولكن دائما الناس بالضهاب ضريبة عن الناس طب ما هاو سياسيين قادرين قيموا بلد من أساسه وإنقاذوا من هذا الانهيار من الهدر للفساد لمية ألف شغلة خليني قللك شغلة ليش منروح على الناس الفين وثلاث تلاف ليرة من الناس ما قادرة بتعيش بقى أول شي بدك تفسر للناس وحسب عمية بدك تحط الضريبة أول شي اللي بيستهلك بنزين وإير كونديشن ومزوط أكتر الأغنية بيستهلكه أكتر من الفقر ما بيندفعه بس ما هو بهايك عملية مشبور يدفع هيدا السعر تغير هلأ في أخدو عطا في بالضريبة إنه ليش اللي ما تقوله ضعيف بده يدفع ولايش الغني ما بيدفع معك حق ألف بالمية موضوع بيتناقش بس هو لأنه ما في خطة ما في جدوة الأعمال وقت اللي بيجي رئيش دولي مثل فؤاد السنيوري بيقول بدنا نزيد طبعا الناس ما راح تحبوه بس هو مش فارقة معهم لا هو ميحكي عن الدولة تمام طيب يا أخي ما بدك تزيد البنزين وعطيت حضرتك مصابق فتش عن موارد شفلي غير موارد شفلي موارد بتضرب الغني بس فيه ما عم نقول تضرب بس على الأقل بتضرب هيد ضريبة بتضرب اسمه ضريبة بتضرب القادر يحمل اه تمام يا أستاذ حداد إجيت معطوع صلصة الرطب والرواتب بقية 6-7 شهر وسنتين يناقشوا بالموارد كيف بدنا نجيب موارد لتمويل السلسلة تمام حطوا 100 بند اه ما تدفقوا عشيه يعني من قبل كانوا يتفقوا خط قصة التفقاء تفقاء حطي صار موارد ثابت لأنه ما عاش فيه مفر منه طبعا يعني أخدنا للموضوع التاني مثل ما ذكرنا ولكن القطاع المصري في دائما حاكم مصري في بنان كنا عم نحكي عن دوره وحكمته وعمله لبنان وحتى ما يقال عنه بالخارج دائما كان يطمئن إلى الاستقرار على الليرة والقطاع متين ولكن يعطي يعطي بعض الإشارات واخر الإشارات عطاها للرئيس بري بموضوع تشريع الضرورة وقال لك إننا صرنا بمكان آخر حكيت حضرتك مننا بعد كتير إذا بقينا هيك إنه نوصل لموضوع الليرة ولموضوع الاستقرار النقد يعني حسب شو بيصير أهم شي الأمن هايدي متفجرة لبنان والمهجرة عاطلة إذا الأمن رجع لورا بيصير وضعنا سيئ جدا الأمن مستتب أنا بتأمل وفتكر رح يبقى مستتب بس حتى لو الأمن مستتب وحتى لو انتخبنا رئيس جمهورية مبارح موضوع عجزة دولة بدك تعالجه انتخاب مجرد انتخاب رئيس جمهورية مجرد إعادة المؤسسات الدستورية بتحسن أمور كتير بس ما بتعمل شيء بموارد الدولة بتضلق عندك عجز هي خطوة مهمة خطوة كتير مهمة لتحسن الاقتصاد ليصير فيه فرص عمل بس أنه رئيس جمهورية ما بيزيد موارد الدولة موارد الدولة بتزيد بالضرائب أنا ما بحب ادفع وأنت ما بتحبه ما حدا بحبه بس بتدفع هلأ فيه هدر ايه فيه هدر فيه ناس عم تسرق ما فيه شاك فيه كوميسيونجي متل ما قالوا مبارح سامي جميل وحزب الكتائب ما عنهم حق 100% في بعض الوضراء زعلوا وقلوا انه ما يكون موجودين بالحكومة بس أنا بدي أقول شغلي هيدا موضوع الفساد هو موضوع كتير كبير والناس بدأت تعظى فيه بطريقة مختلفة بس اللي بدي أقوله أنا كان فيه فساد بالخمسينات وبالستينات والسبعينات الدولة ما كانت مفلسة نعم اليوم الدولة مفلسة من خلال شو بدك تخفض العجز لازم وضع موازنة بالأول شوف أكيد وضع موازنة وضع خطة هو أكيد بك تعمل خطة فيه شغلي كتير مهمة حكينا فيه نحن ببريس لاتي وطبعا ما حدا نرد علينا وهيدا فيه عندك اليوم قطاع أساسي وجوهري هو قطاع الخليوي نعم هيدا قطاع الخليوي رغم أنه الدولة ملكته وطبعا فيه سوق إدارة وأمور يعني صلى زمان نعم هيدا القطاع عم بيضر على الخزينة بالقليل مليار دولار مليار دولار اليوم مع أنه ملكية الدولة اليوم هالقطاع إذا صار ملكية قطاع خاص بيضر على الدولة مليارات الدولارات إذا تمت إدارته صح بدك تخصص كلمة تخصيص مش مسبة انا بيعتبروني بطل التخصيص انا فخور اني انا من محبزي التخصيص تخصيص القطاع اكتري الدول العالم هيدا القطاع قطاع خاص فيك تعمل 100 طريقة وطريقة لما يكون فيه هدر هيدا القطاع تعمل مناقصات بتقول ما في حدا بيقدر يتملك من اي شركة اكتر من هنقول 20% والباقي بتكون بالبورصة بتحرك البورصة اهم شي بتخلق فرص عمال بس اهم 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 شي نحنا عنا دين دين كبير وعم بزيد تعرف شو بيكلف بس فايدة هالدين تقريبا خمسة مليار دولار كيف كيف بدك تهدي بدك تنزلوا الدين طيب انا اذا ما ديون شو بعمل ببيع بيتي ببيع سيارتي هالدولة احسن شي عنده هالقطاع بيعوه ونزلوا الدين والكهربة زاد الشي الكهربة بتخصر هيدا الفرق الاساسي اه بتخصر الكهربة كانت تتخصر مليارين صارت تتخصر مليار بس التليفون ربيح وبيقتل يصير ربيح اكتر كتير هلأ بالمعمع اللي طالعه وموضوع الانترنت غير الشرعي والاتصالات المشكل من هو اللي يعني لازم يضع كل هاده الخطط وين بك تحطي استراتيجية وتحط الله هاده مجلس الوزراء اللي انا بفتخر كنت انتمي الو وعمل استراتيجية وراحة باريس لاتي بحد الرد علينا هلأ عم تطلب اليوم من الحكومة اللي عم تشتغلوا وثلاث تربيعهم عم يستقيلوا يمكن مش هالحكومة يمكن هالحكومة يعني نحنا عبدنا نقول انه عم تعطينا اقتراحات كعملية مظبوط كحد قدنا الحكومة وانتو كأعلام لازم تقولوا للناس يعني الواحد يشوف هالأزمة هاي دي أزمة المالية العامة مش بس قصة انه حط موازنة اوكي طبعا فيه تقصير كبير انه ما فيه موازنات من ايامنا لليوم صح طيب بس انه فيه اشيه بده يتضوع عليها الكهرباء الكهرباء الانترنت غير الشرعي فضيع الكهرباء لك فيه ميت واحد اجا وزير اجا وطلع وحكيه الكهرباء الكهرباء مشكلتها انك ما عم تدفع الشي اللي لازم تدفعه انه الدولة اللي ما معها تمشي هم تدعمك لا فيه جي باي فيه جي باي انت ازا عندك موتور تدفع كزا على الأمبير للدولة بتدفع نص او تلت دولة عم تخسر لانه فيه اتنين مصروف لو الواطن يدفع مصروف واحد وغلو له اياه كان يمشي الحق تمام بس انه ضريبة بدك شجاعة سياسية اللي تجي تقول للناس متل ما عم تدفعه لهذا القطاع الخاص غير شرعي اللي عم بيحط لك مولد بك تدفع نفس الشي للدولة بس مش شرط يوقف بتضمن انه الكهرباء مطن قطيع اذا بفعت للدولة متل ما لازم تدفع له مفروض طبعا بسير عنده اه ما راح نجبنيهم من تركيا ووقفنيهم بالبحر بس انه بدك تدفع بالاول لحتى يصير عنده قطاع الكهرباء همكانات يزبط اموره هلا قطاع الموتارات غير شرعي طبيعي كيف هلو مين مالكو لقطاع الموتارات استاذ حدام مين مالكو ملها السبب يعني مبسوطين فيه مبسوطين فيه خليه بس غير شرعي طبيعي متل في اشي كتير شرعي غير شرعي اشي كتير غير شرعي وماشي نعم يعني موضوع القطاع المصرفي بتتوقع يتفاعل اكتر انا بتأمل انه ما يتفاعل اكتر وبفتكر انه كل الجهات يعني بدا تشوف انه هاي بمصلحة الجميع وما بفتكر حزب الله له مصلحة يخرب البلد عن طريق القطاع المصرفي عنده بفتكر وعي كيف يشوف انه هاي دي فعلا فعلا بتصب بمصلحة اعداء لبنان واولا اسرائيل ان يبقى هذا القطاع متين ومزدهة ما عم بياخدون كل الناس بكل البيئة هاي دي المصارف الكبير اللي انضربت لبنان والمهجر وغيره عنده فروعة بكل لبنان من خلال كلامك واستشف انه حضرتك ضد الكلام ما بتوافع الكلام الذي يقال انه حزب الله يريد بعد انهيار بالدولة وتعاقة انتخاب رئيس يرجع يوصل يؤدي الى انهيار القطاع المصرفي كأنه له مصلحة بانهيار البلد ككل شو يقول له مصلحة شو يقول له مصلحة مكون اساسي ومهم كتير بالبلد بده يحل مشاكله مع امريكا بيش مع القطاع المصرفي مين بده يحلل مشاكله مع امريكا ما هلأ ايران من الحلفة لامريكا يشوفوا كيف يتصلوا امور تتغير شوف اليوم روسية كيف عم بتغازل اسرائيل واسرائيل بتغازل اليوم تركيا ما عم بفل من موسكو وشوف التحالف اليوم اسرائيل وروسية حابين بعض وبسورية روسية وإيران وحزب الله يعني امور غريبة عجيبة وإيران واليوم الأتراك عم بيجربوا يرجعوا ويتصالحوا مع الروس طبعا العلاقة الإيرانية الأمريكية كمان بقى مبدئيا رغم المواقف يعني اتحسنت ومحسنت بعد الاتفاق اتحسنت اتحسنت اتحسنت